أزمة الاجتياح التركي شمال شرق سوريا عمقت أزمة الثقة بين تركيا وشركائها في حلف الناتو قضية تطغى على مباحثات وزراء الدفاع للدول العضاء يومي الخميس والجمهور الولايات المتحدة أعلنت عن دعمها إجراء تحقيق دولي في اتهامات جرائم الحرب التي تم ارتكابها بعد انسحاب القوات الأمريكية في مطلع الشهر الحالي يجب إطلاق مبادرة دولية متفق حولها للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب ففي الأيام الأولى للنزاع وخلال انسحاب القوات الأمريكية كان هناك مزاعم واتهامات بارتكاب جرائم حرب ويجب التحقيق بشأنها بصفة عادلة تحت إشراف جهة دولية مناسبة أمين عم حلف الناتو لا يخفي الاختلافات بين تركيا والحلفاء حيث ينظرون بحذر تجاه الاتفاق الروسي التركي من السابق لآونه الحكم على نتائج الاتفاق بين الرئيسين أردوغان وبوتين كنت التقيت الرئيس أردوغان قبل أيام قليلة وأعربت عن القلق زاء الوضع وزيادة المعاناة الإنسانية وزراء الدفاع سيبحثون اقتراحا قدمته ألمانيا حول نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في شمال شرق سوريا من أجل تفادي المزيد من المواجهات بين الأكراد والقوات التركية إذا طلبت تركيا المساعدة من المجموعة الدولية فإن الأوروبيين بإمكانهم تقديم هذه المساعدة هذا وتجدد الولايات المتحدة الطلب إلى الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية حلف شمال الأطلسي ينظر بريبة شديدة إلى التقارب الروسي التركي واتفاق الرئيسين بوتين وإردوغان مؤشر إضافي إلى ابتعاد تركيا خطوة أخرى عن شركائها في الغرب مردين الفريد العربية بروكسل ترجمة نانسي قنقر